صحيح أن البيانة الصادر بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الصلاة الكبير برئاسة الرئيس تمام سلام قد تضمن الإعلان عن جلسة جديدة يوم الثلاثاء المقبل إلا أن هناك من شكك بعقد تلك الجلسة بسبب خلافات أخذت مداها بين أعضاء الحكومة حول جهاز أمن الدولة وقد وصلت نقاشات لتأخذ في بعض الأحيان طبعا طائفيا من قبل غالبية الوزراء المسيحيين وفي معلومات لتلفزيون مستقبل أن سجالا دار بين وزيري الداخلية والخارجية نهاد المشنوق وجبران باسيل بعد حديث الوزير عبد المطالب حناوي عن ضرورة إيجاد حل قانوني لطرح توسيع قيادة أمن الدولة فتدخل باسيل مستهدفا القوى الأمنية وقال فلتحل الفضائح داخل جهاز قوى الأمن الداخلي أولا في إشارة إلى تقسيم الأجهزة الأمنية على أساس طائفي ما استدعى ردا من المشنوق الذي قال هناك تحقيقات تجرى وأرفض التشهير بقوى الأمن الداخلي وأضاف لاحقا للصحفيين وقد بدى مستاءا يبدو أن طائفة أمن الدولة أهم من عمل الحكومة وأمن المطار وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأطلب شطب الكلام الطائفي من محضر الجلسة في معرض البحث بنقل بعض الاعتمادات أسيرة موضوع مدرية أمن الدولة والطلبات المقدمة منها لنقل بعض اعتمادات لصالحها وقد جرت مناقشة مستفيدة حول هذا الموضوع أبدى فيها عدد من الوزراء وجهات نظرهم بهذا الشأن ولم تتوصل المناقشة إلى قرارات حول هذا الموضوع فتقرر متابعة البحث في الجلسة المقبلة وفي غمرة السجالات حول ملف أمن الدولة رفض الوزير نبيل دفريج في حديث للمستقبل ما نقل عن الوزير ألا حكيم من استغرابه أن تيار المستقبل لم يقف مع المزراء المسيحيين فقال دفريج إن موقف التيار واضح وهو مع الحل المطروح ولو تم البت بالموضوع لمشيت مع الوزير ميشيل فرعون وفيما تم إقرار العديد من البنود العادية غابت أمور مهمة بسبب حدة السجالات مثل تعزيز تجهيز أمن مطار رفيق الحريري الدولي والإنترنت غير الشرعي والإتجار بالبشر وغيرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر